الصحافة العالمية دلوقتي بتتكلم مع محمد صلاح وبالتالي بتتكلم عن أداء المنتخب المصري أداء المنتخب المصري عندنا فرص أعتقد كده أنه دايما كانوا فيه فكر قديمة تقولك أن تخاف من نجم أو أي حد يعني ضعيف المستوى يخاف من أنه فريقه يبقى فيه نجم لأنه يفكر أنه يقول هاخوه يختفي الأضواء لكن الحقيقة نجم واحد في الفريق ممكن يجذب الأضواء للفريق كله وممكن يجذب الاهتمام للفريق كله فعشان كده كل نظريات الإدارة وإدارة الكرة وإدارة العمل وكل نظريات الإدارة بتقول دلوقتي عكس أنه النجم دي ظاهرة صحية جدا والنجم مهم جدا ووجوده هو الفايدة الأكبر أداءه بقى الكويس جوه الفريق ده كمان فايدة مش بس للفريق لكن فرص لا حصرة لها عشان كده إحنا لما منتخب مصر بيقدي أداء ما يعجبناش كده بيصعب علينا قوي لأنه عارفين أنه الفرص المراحة كبيرة وأن الإمكانيات كبيرة على هامش بقى المباراة النهاردة كان فيه متابعة مهمة للاستعدادات من الصبح كده شايفين دخول الناس للستاد النظام المحترم جدا الإدارة أو شركة استعداد وإدارة مصر وقالية تنظيم التذاكر وحاجز التذاكر الإلكترونية دي فرقت إذا كان فيه حاجة أكتر من نقول 100% فهي فرقت أكتر من كده التنظيم التقليل التزاحم توافد الناس على الملعب من بدري جدا وما يبقاش فيه تكدس ولا فيه بقى فيه فرصة خالص للتكدس قلية تنظيم الملعب داخليا مفيش ولا شكوى النهاردة ترصدت أو يعني هتشوف ده كمان من ملاحظات الناس لكن بتشوفها طول الوقت قبل الماتش إنك تشتكي من سوق التنظيم للحضور في المدرجات مفيش ده مش حاصل خالص آه حسنا بشوية قلق كده في الملعب قبل دقايق من بداية المباراة لكنه مش قلق تنظيمي لكن قلق زيادة الحماس لكن النهاردة من بداية اليوم نقدر نقول إنه بداية موفقة جدا والحماس إزاي الده تكمل بقى المنظومة دي بإننا نلعب كويس وإنه تتوقع إنه لو إن شاء الله لعبنا كويس وكسبنا بإذن الله يبقى فيه أعداد لا كبيرة جدا بتحتفل وهتتوقع نتواجد ناس في الشارع فبالتالي هتلاقي إنه في استعدادات حقيقية لتواجد الناس دي في الشارع والاستيعاب إنه ما يحصلش أي هرج وإنه الحالة تكمل بنفس النظام ده بنفس القياس لازم نعمل حسبتنا للآخر الناس دي هتخلص المطش الساعة 11 بالليل هتطلع من الستاد مش قبل 12 وكمان ما بعد 12 لإنه الألافات دي بتطلع من الستاد وبالتالي كان التنسيق إنه عودة الناس دي هيبقى إزاي المواصلات هتبقى إزاي وعشان كده خبر جميل وجاي في وقته جدا لأننا بقى مركزين مع بعض ما بقاش في حاجة ناصة شركة مترو الأنفاء أكدت على مد ساعات التشغيل لمدة ساعة دعما للمنتخب القومي والجماهير أثناء إقامة مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكياس العالم يعني الناس تخرج من الستاد براحتها تاخد وقتها تلحق المترو وتوصل لحد بيتها إن شاء الله والمترو لسه شغال شركة المترو أضحت إنه مقابلة آخر القطارات اللي بين الخط الأول والتاني في محطة أنور السادات هتكون وحدة صباحا بدل 12 صباحا ومقابلة آخر القطارات بين الخط التاني والتالت في محطة العتبة هتكون 12 55 دقيقة صباحا ده شغل جميل وتنسيق جميل وما تبقاش زي مش عايزة أقول زي العادة ما تبقاش زي ما بيحصل كتير إنه نعمل تورتة حلوة وبعدين نحط عليه شوية ملح بسوق تنسيق ربنا يكمل على خير ويكمل كل حاجة ماشية كويس وما يحصلش أي حاجة تقلل من فرحة المصريين أبدا النهاردة